وده بكل تأكيد ده حاجة ويسي لها تصنيفات عند حضرتك الشائعة أنا قلت حضرتك فيه شائعات أنا قلت لك هي مقسمة بين الشائعة الملونة بالأموان الأبيض والأسود والرمادي وفيه زاحفة اللي هي بتمشي بالراحة ايوة ثم تنطلق تصاعديا لحد ما توصل للهدف اللي عايزه فيه حاجات بتبقى جاية من بعيد أنت لا تلقي لها بالا وتكتشف أن الشائعة ديت أنت كنت تغفل عنها ثم تصدرت المشهد في وقت مناسب واللي بيديني الإشاعة دي في الوقت ده بيبقى متمكن الإشاعة خلي بالك ها الإشاعة أنا أتكلم بلغة الناس يعني الإشاعة اللي حم نعملها الإشاعة اللي على صدري ويتروزي مش إشاعة إتني أشاعة كمان يعني الشائعة أو الإشاعة اللي بتطلع ديت يعني بتطلع بقى بيبقى لها الشخص بيفضل متابعها عارف حداك للناس اللي بتطير طيارة بالورق بتاعتنا بتاعت زمان بيبقى موجود في مكان أنت بتششايفه وانت ماشي تحت بتبص لقي الطيارة طالع فوق قوي وليها خطر فقية أنت مش شايفه طبعا مع بعض المسافة لكن فيه واحد فوق سطح حماء هو اللي عمالي حركها يمين وحركها شمات صح؟ تفتف نظرك لو هي ايه شكلها حل طبعا صح؟ تفضل وراها 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 ممكن تفضل وراها مثلا بالساعات معجب بشكلها انت لو ماشي ممكن بقى وانت بصص مش بصص اللي قدامك تقع في حفرة تقع في بير تقع في ترعة زي ما هتقع فانت لو انت بتبص قدامك وتعرف مين اللي بيتطلع الشائعة ومين اللي وراها ممكن ساعتها تقطع الحبل ده تمام سيبها هتطير لوحدها بقى